عقدت لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد اجتماعها الثاني بمشاركة أعضاء اللجنة يأتي ذلك في إطار الانعقاد الدائم للجنة لوضع رؤى وأفكار تلبي دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد رئيس حزب الوفد دكتور عبد السيد يمامة أن الاجتماع الثاني سيعقب على مخرجات الاجتماع الأول ويضيف بعض القضايا والموضوعات الجديدة التي سيكون على رأسها الترحيب بالشباب وطرح رؤيتهم بالإضافة لدعوة أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الوفد لطرح رؤيتهم وأشار إلى أن لجنة الحوار ستراجع الرؤى التي تم وضعها في الاجتماع السابق وهي المتخصصة في وضع القواعد الخاصة باللجنة بدأنا بعد تشكيل لجنة الحوار وبدأنا أول جلستها الأربعاء السابق وقدم كل من أعضاء اللجنة رؤيته وفي هذه الجلسة نحن نضيف للتعقبات اللي بعد ما تناولنا الرؤى للأعضاء اللجنة وإن شاء الله نستكمل الحوار ونضيف هنا الجديد أنني وجهت دعوة للنواب الحزب الوفد في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ لاجتماع يوم السبت القادم ليقدموا رؤاهم أيضا في الحوار الوطني النهاردة كان فيه رؤى أكثر وضوحا احنا عندنا النهاردة فيه جلسة مناقشة عن التحول الرقمي عندنا جلسة مناقشة عن المشاركة السياسية للمرأة أيضا هناك عدة رؤى حول الواقع الاجتماعي المصري كان الكلام في الأول عن التنمية فما كانش ينفع نتكلم عن التنمية من غير ما نتكلم عن رأس المالي البشري اللي هو التعليم اللي بيخدم قطاع كبير جدا من المجتمع المصري فاحنا عندنا حوالي 24 مليون طالب في النظام التعليمي فكان لازم نتكلم عن التعليم أكيد احنا عارفين ان الدولة اتخذت خطوات كبيرة في إصلاح منظومة التعليم في مصر ولكن دائما التطوير مستمر لو احنا بدأنا منظومة التعليم من 2018 كاستجابة لقرار السيد الرئيس بعام التعليم المصري فكان لازم ان احنا نتكلم بقى عن التطوير من أهم الحاجات اللي لازم نتكلم عنها في التطوير هي إتاحة مرحلة التعليم قبل الابتداء ترجمة نانسي قنقر